فيما يخص نادي الزمالك زي ما عملت معاك كده في الاهلي هعمل معاك في نادي الزمالك كل التفاصيل الممتعة والملفات المطروحة على مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد فيما يخص فريق الكرة حالا هؤلالك يلا بينا التجديد والتمديد حلوة هناك خمس لعبين بصفوف نادي الزمالك تنتيع عقدهم بنهاية الموسم الجاري حيث يحق لهم التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل ولكن موقف مجلس الزمالك من الخماسي ليس واحدا واللاعبين هم أول واحد أحمد فتوح زهير أيسر الفريق يعد من أبرز وأهم اللاعبين اللي الزمالك يرغب فيه التجديد لهم حيث يرغب مسؤول النادي في التوقيع على عقد يمتد لسلاسة مواسم سيحصل فيهم على خمستاشر وستاشر وسبعتاشر مليون جنيه بالترتيب ولكن العقبة الأهم في التجديد والتي اقتربت زمالك من حلها هي مستحقات اللاعب القديمة ومبلك الخمسة وعشرين مليون جنيه كمقدم تعقد أعطاك تفتوح يكمل مع الزمالك تصور يعني مجرد توقع شيكابالة كابتن الفريق النادي عايز يجدد له سنة كمان أو موسم كمان مع وجود خيار التجديد لموسم إضافي وأحصل اللاعب في الموسم المقبل على خمستاشر مليون جنيه كاملة بجانب رفع بند نسبة المشاركات وذلك تقديلاً لو يعنيه بغض النظر شارك أو ما شاركش هياخد خمستاشر مليون جنيه الموسم اللي جاي محمد صبحي ومحمد عواد حرسال فريق استقرر حال داخل النادي على التجديد لأحدهما فقط مع رحيل الآخر والأقرب حتى الآن هو تجديد عقد محمد صبحي مع رحيل عواد نظراً لارتفاع القيمة المالية في عقده والبالغة نحو 20 مليون جنيه سنوياً محمود علاء استقرر الحال داخل إدارة نادي الزمالك على عدم على عدم تجديد تعاقده ورحيله بنهاية الموسم بعد أن كان هناك تفكير في تجديد عقده ودي واحدة من المفاجآت